لهذا حيهم ولم تكن الصفيح وكوة ملقش يوماً سقوفهم لكنهم كمليوني نازح أجبروا على ترك منازلهم إلى أي مكان أملاً في النجاح أحمد غالب وقبل أن يصل إلى هنا كان يملك متجراً بالقرب من كرنيش الحديدة لكن وبسبب المواجهات تغير كل شيء توقف عمله ولم يعد قادراً حتى على دفع إيجار منزله وصل غالب وأطفاله الستة إلى منطقة تضم النازحين داخلياً لكن الحياة هنا ليست آمنة فالجميع مهددون وحياتهم محاطة بالخطر عملت لي قليل من الزنج وقشاش وزي منتج شعبين والآن لحد الآن أنه مهددين بهذا أن نحن قريبين للميناء وقريبين للإشتباكات التي جاءت من جهات الشرق وأمس الليل من كثرة الضرب وهذا يمكننا كل واحد يقلس في الجنب الثاني وتخبئين على أساس أننا نخايفين من الراجع يلقى على فوقنا تملك كيف؟ من الراجع يلقى على فوقنا وما فيش أنه يحمينا من فوق غالب ومنذ وصوله هنا بدأ كعمل بناء مقابل أي دخل متاح يمكنه من توفير ولو القليل من طعام أسرته فضلا عن رحلته اليومية والطويلة بحثا عن المياه في منطقة تفتقر إلى أبسط ضروريات الأساسية للحياة مثل نظام الصرف الصحي والمياه الوقباء الصباح خبز شاي نعمل خبز شاي ووبه نسوي لنا رز ناشف والليل برضو يما خبز ناشف يما خصار في وضع الأسرة الجديد هذا أصبح الأب عاجزا عن إعالة أسرته أو توفير الأدوية اللازمة لابنته ذات التسعة عشر عاما والتي تعاني من ضمور ما يفاقم معاناته ويضاعف أساه تدفع المعارك المستمرة في المحافظة المدنيين إلى مصير مجهول فيما تكابد مئات من منازل الصفيح بمأساتها على أمل أن يتوقف إطلاق النار وأن تضع الحرب أوزارها